بسم الله الرحمن الرحيم وبهين استعين معاكم أخوكم المهندس ياسر عبدالله ششة حديث تخرج من جامعة الملك عبدالعزيز تخصص حندسة الكهربائية حندسة حاسبات أولا أحب أشكر هيئة المهندسين على هذه المبادرة جميلة مبادرة مهندس واعد والتي تستقطب المهندسين الواعدين والمشاريع الواعدة عندنا مشروعنا اليوم اللي هو توصيل الملفات بوسط الدرون شبه داتيا في الجامعات هذا المشروع تم العمل عليه بوسط كل من المهندس زياد دانش المهندس صالح السلمي والمهندس ياسر ششة يشرب كل من الدكتور عبدالله الجهاني والدكتور محمد بلان هنتكلم في هذا المشروع بداية بالتابل الفكنتينت معدين هنتكلم عن المين دايجرام و هندخل في المشروع و social and environmental impact وأخيراً conclusion أولاً الانترودكشن about the project في الجامعات يقام بتوصيل الملفات والأوراق المهمة بالطرق التقليدية عن طريق شخص بوسط السيارات والشاحنات وذلك مما يدي إلى ممكن تأخر في توصيل الملفات أو وصولها بشكل غير لائق بسبب الزحمة وإلى آخره فمشروعنا سيقوم بحل هذه المشكلة ذلك بتوصيل الملفات والأوراق المهمة عن طريق الدرون تفادياً لمشكلة أنها توصل غير لائقة وتوصل متأخرة إلى آخره الـ background information في دراسة وجريات من من نورو المهتمة بتوصيل الروبوتيكس بأمريكا وذلك أنه 20-20 بليون شحنة توصل خلال السنة عن طريق السيارات والشاحنات وهذا يسبب الزحمة في الطرقات ويسبب ترويط للبيئة ومشروعنا يهدف إلى حل هذه المشكلة وذلك بتوصيله عن طريق الدرون الدرون لا يستهلك بنزيم وغاز بل يستخدم طاقة الإلكترونية terminologist وهي المصطلحة التي ممكن تسمعها في هذا المشروع ground station وهو اللابتوب أو الكمبيوتر اللي نتحكم به نتحكم بالدرون عن طريقه autopilot وهو سيستم متكامل يقوم بالتحكم بالتحركات الدرون بدون تدخل من الإنسان BLDC وهو برشلس DC motor وهو المواطير المستخدم في هذا المشروع وأيضاً ESC وهو Electronic Speed Controller هو جهاز يتحكم بسرعة المواطير من خلال استقنال المرسل من Clutch Controller C-Milton Mosley وهو شبه الذاتي أهداف المشروع الهدف الرئيسي للمشروع هو أن الدرون يقوم بتوصيل الملفات والأوراق المهمة في الجامعات شبه ذاتياً بدون تدخل من الإنسان أو بتدخل خفيف من الإنسان عندنا مهمتين للمشروع المهمة رئيسية ومهمة ثانوية المهمة الرئيسية أن الدرون يوصل الملفات شبه ذاتياً والمهمة الثانوية وهي أن الدرون يوصل الملفات من مكان إلى مكان آخر معين بأقل وقت ممكن وأسرع سرعة ممكنة Project Design Specification في كل project لازم يكون هناك must and wants للمشروع المست هي الميزات اللي لازم تكون في المشروع وفي مشروعاً أنه يكون balancing يحافظ على التوازن حقه لما يطير الدرون وإيضاً بايلوت كان monitor the drone in real time أنه الشخص اللي جالس في ground station أو اللابتوب يقدر أنه يتحكم وتابع الدرون في الوقت الحالي من طيران الدرون والدرون أيضاً أنه يستطيع أنه يشيل ماكسموم 300 جرام ويتقف دوكيومنت أو الوراقة والملفات والموست أو الأشياء اللي ممكن أن نزيدها في المشروع حقنا أنه نقلل النويز أو الصوت اللي يطلع خلال طيران الدرون والدرون أنه ما يتعدى 2 كيلو جرام واستخذ ما أيضاً الطاقة الحرارية أو الطاقة الشمسية للشحن البطارية وأيضاً إضافة قفل للبوكس اللي يشيل الملفات أو الأوراق الدرون عشان ما أي أحد يجي يفتح البوكس وشيل الدرون أو شيل الأوراق أنه الدرون يقدر يطير في الليل بمعنى أنه يحط لمبات بحيث أنه يباني أن الدرون هنا فيه درون يطير أو فيه أنه الدرون يطير ويباني اللمبات فيه المين دياغرام للمشروع وهو عبارة بداية من بداية من الليب والباتوري هتزود البور مديول بالطاقة البور مديول حيسوي للطاقة أو يوزع الطاقة للإلكترونيك سبيوت كنترولر وناف يوتو فلايت كنترولر ومن ثم اليوزر حيدخل أحداثيات والمهام للدرون ومن ثم الـ Ground Station حيرسل أحداثيات والمهام من الكمبيوتر أو اللابتوب إلى الرسيبر من ثم الرسيبر حيرسلها للناف يوتو عن طريق الـ PPM communication protocol ومن ثم الناف يوتو حيرسلها مرة أخرى للـ Ground Station ليرسل أحداثيات الدرون ويرسل أيضا المعلومات اللي يتحتاج بروسسنج أو معالجة للـ Raspberry Pi 3 الـ Raspberry Pi 3 حيعالج المعلومات اللي يتحتاج معالجة ويرسلها مرة أخرى للناف يوتو ومن ثم الناف يوتو حيرسل المعلومات اللي يسللها بروسسنج أو معالجة للـ Electrical Speed Controller عن طريق الـ BPM Pulses Signal الـ Electrical Speed Controller حيعالج سرعة المواطير Based أو تبعاً للـ BPMW Pulses اللي أخذها من الناف يوتو سويلها معالجة ويحدد سرعة المواطير ورسلها للمواطير ومن ثم المواطير حتاخد السرعة المعطاء لها عشان تطير المراوح ويطير الدرون هش الـ Component حق المشروع بداية الـ Brushless DC Motor وهي المواطير المستخدمة في المشروع Electronic Speed Controller وهو الجهاز الذي يتحكم بسرعة المواطير في الدرون وأيضاً Lithium Ion Polymer Battery وهي البطارية المستخدمة في المشروع وتسمى أيضاً بـ Libo Battery الذي تزود الدرون بالطاقة الكهربائية وأيضاً عندنا الـ Navio 2 Flight Controller وهو بمثابة القلب النابض للدرون وأيضاً الـ GPS Receiver من أجل إرسال واستقبال إحداثيات الـ GPS إرسالها ويستقبلها في الدرون وأيضاً الـ FBV راديو تليمتري وهذا جهاز هو استخدم لتوصيل الدرون مع الـ Ground Station أو الـ Laptop أو الكمبيوتر وأيضاً عندنا Transmitter and Receiver من أجل إرسال الـ Signal للرسيبر والرسيبر يرسلها للـ Navio 2 عن طريق الـ PPM Communication Protocol وأيضاً الـ Problers وهي المراوح عشان تطير الدرون وأخيراً عندنا البوكس أو الصندوق اللي يشيل الأوراق أو الملفات جوته أولاً عندنا برشيس DC motor DC motor data are reused to provide the series speed والموتر هو الـ ياطل speed أو البورة اللازم للمراوح حتى يتطير والمواطير المستخدم عندنا في هذا المشروع 810 KB بمعنى كل واحد فولت يجيها من البطارية هتدور 810 لفة في الثانية الواحدة عندنا في البطارية 14.8 كماكس فولت يعني كماكس سرعة هيعطينا 12 ألف لفة في الثانية الواحدة عندنا أيضاً electronic speed controller وهو جهاز يقوم بتحديد سرعة المواطير تبعاً للسيقنال المعطاة من الناف U2 flight controller أيضاً عندنا LIBO battery وهي البطارية التي تزوج الدرون بالطاقة كهربائية LIBO battery المستخدمة في هذا المشروع وهي رباعي للنواة بماكسموم 14.8 فولت البطارية هي تحدد كم هياخد الدرون بوقتها عشان يطير يعني ممكن الدرون هيطير ربع ساعة، عشرين دقيقة، نش ساعة حسب البطارية المستخدمة كلما كانت ساعة البطارية كبيرة كلما كان وقت الطيران أكثر ويمكن حساب سرعة الطيران أو وقت الطيران للدرون من خلال المعادلة الموضحة لنا Drone flight time يساوي battery capacity مضروبة في battery discharge على أمب درون مضروبة في 60 وأيضاً لدينا Thrust 2A Thrust هو في كل درون عشان يطير لازم الثرست حق المواطير تكون دول الحجم حق الدرون وكل ما كان ثلاثة أضاعف أو أربعة أضاعف وزن الدرون كل ما كان أكثر وستيبل ويمكن حساب الثرست بالمعادلة التالية M يساوي T على G الجدر التكعيب اللي باي على اثنين مضروبة في D تربيع مضروبة في ROW مضروبة في B تربيع على G Thrust T يساوي Thrust ويقاص بنيوتن D البربلر is diameter ويقاص بالمتر ROW density of air وهو 1.25kg على متر مكعب وعندنا P power of motor ويقاص بالواط والM والاكويفلنت massive thrust وآخيراً G وهي gravitation acceleration أو تسارع الجاذبية وهو وهي 9.81 متر على سكن تربيع عندنا أيضاً Nav U2 flight controller وهو زي ما قلنا القلب النابط للدرون هو سيستم متكامل يستخدم لتحكم بحركات الدرون كاملة بدون تدخل من الإنسان وأيضاً عندنا FPV الراديو تليمتري يستخدم عشان يوصل هو جهاز يستخدم لتوصيل الدرون بالground station اللي هو اللابتوب والكمبيوتر أو الجهاز اللي يتحكم به بالدرون عامة وأيضاً عندنا Transmitter and Receiver Transmitter عشان يرسل signal للرسيفر ومن ثم الرسيفر حيرسل للسيجنال كيبي بهم communication protocol لناف U2 ومن ثم ناف U2 حيسوي له decode وحرسل للESC عشان يرسل المواطير كسرعة وأيضاً عندنا Probellers وهي المراوح وكلما كان عندنا المواطير ساعتها عالية كلما كانت المراوح نستخدم مراوح صغيرة وكلما كانت المواطير تستخدم Bolt قليل أو ساعتها قليلة ناخد مراوح حجمها أكبر عشان نستفيد بالاستفادة القصوى من المواطير وفي هذا المشروع استخدمنا 9.4.5 أي 9 إنش طول المراوحة و4.5 إنش طول المراوحة أيضاً عندنا Methodology أو كيفية عمل المشروع Project Protocol Drone Connection نستطيع شبكة Drone أو توصيل Drone بال Ground Station أو اللابتوب بطريقتين عن طريقة الإنترنت أو الواي فاي وعن طريقة التليمتري عن طريقة الواي فاي بس لازم يكون Ground Station أو الكمبيوتر أو اللابتوب موصل بنفس الشبكة إلى موصل بها Drone عيبها إنه لو الشبكة ضعفت أو بفصل الواي فاي من الدرون حيخسر السيجنال وحيرسل الأحداثيات التي رسلت له فهذا عيب التوصيل بالإنترنت الطريقة الثانية نقدر نوصلها عن طريقة تليمتري وهو استخدامنا في المشروع هذا التليمتري نقوم بتوصيل نقوم بتوصيل الدرون مع Ground Station عن طريقة تليمتري التليمتري يستخدم المابلينك للتواصل والتخاطب بين الدرون وال Ground Station وهذا التخاطب نقدر نتخاطب مع الدرون وال Ground Station خلال ثلاثة كيلومتر كحد أقصى موتور روتاشن عندنا عشان الدرون يطير ب Stability ويكون Stable في الطيران لازم يكون اثنان من المواطير تدوروا عكس على قارب الساعة واثنان من المواطير يدور معها قارب الساعة وزي ما نلاحظ في Figure 7 المطور واحد ومطور ثلاثة مطور واحد يدوروا عكس على قارب الساعة ومطور ثلاثة يدور معها قارب الساعة ويضا مطور اثنان يدوروا عكس على قارب الساعة ومطور أربعة يدور معها قارب الساعة عشان نقدرون يطير ب Stability أيضا عندنا ال ESC response نقدر نختبر ال response حق ال ESC ونقدر نختبر رسموز حق المواطير من خلال software اسمه يسمى Mission Planner Software وهذا software نستطيع من خلاله تحكم بجميع المهام والإحداثات المواطن للدرون زي ما نلاحظ figure 10 أول ما نشغل الدرون نفس كل المواطير ستعطينا قيمة واحدة وثائب ثلاثة ماطر وإذا رفعنا الثروثه للماكس أو الاستيك للماكس كل المواطن لازم تعطينا نفس القيمة عشان يطير بستابل وهذا يعني أن الـ ESC ممتاز بهذا المشروع أيضا نستطيع اختبار Pitch Up للدرون أي أن الدرون يميل على قدام زي ما نلاحظ figure 12 مطور واحد ومطور ثلاثة حيقيله مطور اثنين ومطور أربع حيزيده الدرون حيمشي على قدام وفي في figure 13 نقدر نشوف ان مطور اثنين ومطور أربع أقل ومطور واحد ومطور ثلاثة نزاده عشان الدرون يرجع لوره بسرعة كبر أيضا عندنا في figure 14 وفقر 15 roll left وroll right للدرون عشان يمشي يسار ويمشي يمين نختبره زي ما نلاحظ مطور اثنين وثلاثة يقل ومطور واحد واربع يزيده فالدرون حيميل على يسار ويمشي إلى جهة اليسار وإيضا نفس الشي في figure 15 rule right أو مطور واحد ومطور أربع حيقله مطور اثنين ومطور ثلاثة حيزيده والدرون حيمشي إلى جهة اليمين الـ Ground Station أو من خلال الـ Ground Station نقدر نتحكم بجميع اللوامر المعطة للدرون من خلال هذا الـ Software information and status of the drone نقدر نشوف ارتفاع الدرون كامل نقدر نشوف حداد خيات الدرون نقدر نشوف هل الدرون بسرعة كامل نقدر نحط بلان أو مهام للدرون من خلال هذا الـ Software اللي هو Mission Planner ونقدر أيضا نسوي تراك للدرون وهو طاير نشوف هل هو رايح للوجهة الصحيحة نقعد نمشي بالـ Attitude أو الارتفاع المحدد له بالسرعة المحددة له إلى آخره من خلال Mission Planner أو Ground Station أيضا نستطيع نستطيع أن نحط بلان أو مهمة للدرون من خلال هذا الـ Software زي ما نلاحظ هنا عندنا الـ H أو الـ Point H هذه وهو نقطة إخلاع الدرون نحط أي نقاط نبغى عن طريقة GBS عشان الدرون يروحه ووصل فيها أو أي شيء زي ما نلاحظ عندنا Point 2 ثلاثة أربعة خمسة فممكن أنا أقول له أطير روح نقطة 2 وبعد نقطة 2 وبعد نقطة 2 وبعد نقطة 3 أو أن أقول له أروح نقطة 2 وخليك على ارتفاع مثلاً 5 متر لمدة 5 ثواني أو أهبط خمسة ثواني بعد أن نروح نقطة 3 ومن نقطة 3 ممكن أقول له إذا كنت ماشي مثلاً على ارتفاع 5 متر أرتفع لارتفاع 10 متر وأقوم مثلاً خمسة ثواني عشرة ثواني قد المدة تنحط له ممكن أقول له أروح نقطة 4 من نقطة 4 وروح مباشرة لنقطة 5 ومن نقطة 5 أرجع للمكان الأخلات منه وأن الأماكن نبغى الدرون يروحها وأن الأماكن لا نبغى يروحها نقدر كلها نحطها من الصفتوار هذا وبعد أن نحطها الناف يوتو حيرسل حيرسل السيقنال حيرسل السيقنال للفلاد كنترولر ومن ثم للإلكترائيك للسبيت كنترولر لمواطيرها عشان يحدد السرعة والإحداثات المواطلة عندنا للمشروع عندنا للمشروع عندنا في شركة في أمريكا أرسلت السيفينغ بلد والعينات حق البلد عن طريقة الدرون في رواندا وأيضا الدرون لعب دور كبير في كوفيد-19 أو في كوفيد-19 بانديميك وبرضو في شركاتها أرسلت التست واللقاحات ولدوية عن طريقة الدرون للمناطق اللي كانت فيها تفشي كبير للفيروس مثل غانا وأيضا الدرون يساعد في الوصول يساعد لتوصيل المعدات الطبية والإسحافات الأولية للأماكن التي يصعب السعارات الوصول إليها مثل الجبال أو الطرق الوعرة أو المناطق الجبلية التي تستطيع السعارات الوصول إليها فالدرون يقوم بتوصيل الأسعافات والأغراض الطبية لهذه الأماكن الأماكن أيضا عندنا environmental impact الدرون ما ينتج ثاني أكسيد الكربون يقلل من إنتاج ثاني أكسيد الكربون حكس الطرق التقديدية من السعارات وشاحنات والتي تنتج ثاني أكسيد الكربون والتي ممكن تسايم في في تفشي ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير وأيضا عندنا في الدرون البطارية لازم تنشحن بالمقدار محدد لها مثال عندنا البطارية 14.8 نشحن إلينا 14.8 بعدين نفصل أشياء حم منها أو لو شبكناها لمد لو خلناها تشحن أكثر من ساعتها ممكن تفجر لسماح الله هذه مشكلة البطارية اللي بوباتوري وهذا شكل المشروع كختاما وأخيرا في الكونكولوجين الدرون أثبت أنه طريقة فعالة في حل هذه المشكلة وأيضا توصيل الملفات والأوراق المهمة في الجامعات باستخدام الدرون أثبت أنه قللت نسبة الازدحام بشكل كبير في الجامعات وختاما أحب أشكر زملائي الذي عملوا معي في هذا المشروع وأشكر الدكتور عبدالله الجيهاني ومحمد المشرفين على هذا الموضوع وأيضا لمزدي مع المعلومات أو تقدروا تواصلوا معي عن طريقة الإيميل ياسر شرطة أو داس ششة أو عن طريقة رقم الجوال الموضح أمامكم عندي PDF كامل للمشروع بالتفصيل وأيضا عندي فيديو المشروع اللي حاب يشوفه وفي الختام أحب أشكر حياة المهندسين على هذه المبادرة مبادرة مهندس واعدة الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة